السلام عليكم كما تعلمنا في فيديو سابق كيفية الدخول إلى المنصة ومن ثم قبول الدعوات التي ترسل إلينا من قبل تدرسي المادة سوف نحاول أن نتعرف في هذه المرة كيفية تعديل الملف الشخصي الخاص بنا طبعا مثل ما قلنا هذا هو الداشبورد في الداشبورد رح تظهرنا كل الصفوف والكورسات اللي قبلنا بيها يعني مثلا سأني قابل برياضيات المرحلة الثانية والاستاتيستيكا للمرحلة الثانية هذا الداشبورد الموجود بالنص الجهة اليمنى التي ها هنا جميع الإعازات التي ترسل إلينا من قبل التدرسيين سوف تظهر ها هنا يعني جميع ما المفروض أن نقوم بأداءه من assignment, quiz, tutorial أي شيء يطلب من عندنا discussion إلى آخره أوكي أحنا سأغير الإعدادات مالتي حتى أول شيء أضيف أيضا الصورة أيضا رتب اسمي إلى آخره رح نروح ها هنا إلى الأكاونت نضغط على الأكاونت نذهب إلى setting أوكي أريد هسا نعدل شو نعدل؟ نذهب إلى اليمين edit setting ضغط عليه هاي الخطوة رقم واحد نجهسه طبعا الاسم مالتنا هذا هيكون موجود ليش موجود؟ لأحنا بالأصل راح نزودكم بالإيميل احنا جلنا بالأصل ما ختمعتكم إيميلاتكم زائدًا الاسم باللغة الإنجليزية الذي أنتوا قمتوا بإرساله إلينا فرح يظهر هذا الاسم مالتكم مثلا مهر عزيز عبد الرحمن أوكي هنا أخلي بالdiscipline name هذا هنا أرجع على كتبة لكوني أنه هذا الdiscipline name هو اللي راح يظهر للتدريسية في وقت الdiscussion وإلى آخره هذا هو اسمك الصريح نجي هسا هنا هذا الاسم هذا هو sortable name هنا هو المنصة راح ترتب إليك نجي على اللي هي هنا طبعا في بعض الأحيان أكو طلاب تشابه الأسامي بهم ما بين الفتيات والفتيان بمعنى آخر هناك طلاب باسم نور وكذلك طالبات باسم نور فلكي نستطيع أن نقوم بالتمييز ما بينهم نقوم بوضع الصفة الخاصة بهم الهي والهم مثلا للأولاد نجي على اللغة system اللي يريد نشتغل على أساسها أنا راح نشتغل على أساس اللغة الإنجليزية الأمريكية لازم نحدد الزمن الصحيح والتوقيت للمنطقة التي الذي نعيش بها واللي هي بغداد زائدا إطلافة راح نبحث عن بغداد أوكي بغداد وضعنا بغداد لنفترض أنه أنا أريد أغير كلمة السر التي أرسلت لي من قبل القسم أضغطها هنا راح تظهر لي سيظهر لي الإيميل الخاص بي أخلي كلمة السر هنا القديمة التي أرسلت إلي أضع كلمة السر الجديدة ومن ثم أعيد تكرار كلمة السر الجديدة طبعا بعدما خلصنا لن أعيدنا أهم نقطة اللي هي الصورة شون أغير الصورة أضغطها هنا راح تظهر لي هنا خيارات هل أنت تريد صعد الصورة من الحاسبة لو تأخذ صورة لو أيضا كأفاتر حقول له لا أنا أريد أصعد صورة من الحاسبة أضغط هنا راح أخلي الصورة الخاصة بي أعدل القياسات ومن ثم أقول له أقول له سايف ننتظر قليلا أغيرت الصورة أوكي أحنا سلمفروض كأنه غيرنا كلمة السر أش راح سأقول له Update ستين طبعا هنا هو الكون أنه أنا ما أخذ آسف فالمفروض أن أشيلها فأقول له Update هسه هو رتب لي Multi Profile أقدر أكون شغلة أسويها مهمة شون أربط شون أربط الGoogle Drive طبعا الGoogle Drive هو المفروض سيطلع هنا with other services سيظهر ها هنا أضغط عليه من أضغط عليه سيقول لي أنت تريد تربط وي مالتك الحساب سيقول له نعم أيضا أربط فسيحولك إلى صفحة فقط تقبل تدخل الإيميل وتقول له Add وانتهى الموضوع حقيقة لحد هاللحظة غير مفعل بالرئيسية فلهذا ما راح أقدر أشتغلها بالمنصة مالتنا نكمل بقية الإعدادات وروح الساعة على Notification هذا جدا مهم لماذا مهم؟ لأن أي شي حيدزه إليك التدريسي لازم نقر في الصيغة اللي توصل لنا والسرعة اللي توصل لنا فمثلا كل assignment لديت أي شي راح ينطي إليك التدريسي أي راح يتغير بالنسبة للassignment راح هنا الإشعار هل أنت تريد يوصل لك مباشرة هل تريد يوصل لك كسامري لليوم شنو التغييرات اللي صارت بالدروس في ذلك اليوم لو تريد weekly summary أو مباشرة أو ما راح يوصل لك أي شي طبعا يفضل يتخلي إنه مباشرة يوصل ل نفس الحال هنا كورس 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 أي شي حيصير بالتغيير بالكورس يوصل لك مباشرة وهكذا عزاء الطلبة للبقية شوف هنا نفس الحال نفس الحال أنا مباشرة أنت وصلني أي إعلام إلى آخر شوف هذا كلها أنت لازم ترتبها بما يفيدك وما يفيد طبعا الوضعية وصول المادة إليك نكمل شين وعد أنا عندي عندي البروفير بتضغط عليها هنا نحن وضعنا الصورة أجي على كلمة الإدت أيضا هذا خلينا هنا نخلي التايتل لنفرض أنت تريد تخلي هنا قسم الهندسة الكيميائية فرع التكرير المرحلة الثانية أوكي هذا بالتايتل تريد هنا تخلي يعني خلي نقول سيرة ذاتية عنك تكتب اسمك أي شي تحب تكتب عنك أوكي لين هي هذه السيرة الذاتية تريد تخلي إيميل آخر هنا يعني فاللينك معين آسف وإيميل خلي نقول مثلا أي طريقة التواصل أخرى مثلا تليجرام تخلي مثلا هنا التليجرام وتخلي اللي هو الخاص بملف التعليم في مالتك مع تليجرام حتى يقدر أنه هناك في منصة كونفاص وإنه من الشغلات المهمة أنه التدريس مباشرة يقدر يتواصل بيك وياك من خلال أكو إيميل خاص داخل بداخل هاي المنصة وإن شاء الله رح نشرحها لاحقا الفايلز كل شي موجود كل شي انت رفعته حتى شوف الصورة الشخصية اللي انت رح ترفعها رح تظهر بهذا المكان اللي هو بالفايل طبعا طلاب العزاء طبعا نضغطها هنا حتى نرجع للداشبورد طبعا هذا كل اللي ريدي نتعلمه اليوم وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر